اشتركوا في القناة المتعلقة بالطاقة من حيث العرض والطلب وحالة الاسواق بما فيها الظروف الراهنة والمستقبلية المحيطة بانواع الطاقة لتعزيز الموقع الريادي لمنطقة الخليج العربي على خارطة الطاقة الدولية نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات منتدى دراسات السنوي في دورتها الخامسة بالتزامن مع انعقاد الملتقى الثاني للرابطة الدولية للاقتصاديات الطاقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ناقش الملتقى اخر التطورات والمتغيرات المتعلقة بالطاقة بما فيها مناقشة واستشراف تطورات قطاع الطاقة خصصنا منتدى دراسات الخامس لهذا العام للحديث عن تأثير انتقال الطاقة على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي جمع نخبة من الخبراء في مجال الطاقة من مختلف انحاء العالم وتناول المنتدى لهذا العام عدة محاور من بينها مسئلة تطوير الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ريادة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجالي الطاقة المستدامة والاقتصاد الكربوني ودور الذكاء الاصطناعي في المساهمة في التحول الى الطاقة النظيفة في المنطقة وقد شارك في الملتقى عدد من المختصين في مجال الطاقة المتجددة بحضور نخبة من المسؤولين من اكثر من عشر دول في مجال الطاقة واقتصادياتها الطاقة المتجددة اصبحت حقيقة كل دول العالم بما فيه دولنا تستثمر في تلك الطاقات لان كما تعلم النفط والغاز مورد ناضب في النهاية وايضا الطاقات المتجددة لا ينتج عنها انبعاث كربوني يؤثر على البيئة فهي طاقة نظيفة وهي طاقة في دولنا رخيصة بسبب الاشعاع الشمسي في منطقتنا وطاقة الرياح على بعض سواحلنا وغيرها فلدينا ميزة نسبية في انتاج النفط والغاز في منطقة الخليج ولدينا ايضا ميزة نسبية في انتاج الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه المالحة ايضا احنا في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحثة البترولية سعداء بحضورنا ومشاركتنا في المؤتمر لنظم مركز دراسات في البحرين طبعا هذا يمند درج تحت تفعيل المبادرتين السعودية الخضرة والشق الأوسط الأخضر اللي اعلن عنها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان الهدف هو تعزيز التعاون مع الجهات البحثية ومراكز الأبحاث في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ويعتبر هذا المنتدى اضافة نوعية للتعاون العالمي لتنظيم منتدى دراسات السنوي حيث من المؤمل أن تخرج جلسات الملتغى بتوصيات ستسهم في تشكيل مستقبل الطاقة في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام إلى جانب تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة ومدى الملائمة البيئية إلى جانب دورها الفاعل في صياقة مستقبل الطاقة في العالم يأتي منتدى دراسات السنوي الخامس وملتغى الثاني للرابطة الدولية للتأكيد على دور مملكة البحرين في صياقة مستقبل اقتصاديات الطاقة ومواكبة تطورات للطاقة المتجددة في إطار خطط وطنية شاملة طلال نايف لباركز إلى أخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر